موسيقى خلال استقباله وزير الخارجية السعودي الرئيس السيسي يؤكد الخصوصية الاستراتيجية التي تتسم بها العلاقات المصرية السعودية رئيس مجلس النواب العرقي يحدد عشرة بنود ترتكز عليها جلسات الحوار الوطني على رأسها تحديد موعد الانتخابات النيابية ألمانيا تقر حزمة مساعدات بقيمة 65 مليار يورو لمواجهة التضخم الثالث مساء بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت برانيج نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بيكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الخصوصية الاستراتيجية التي تتسم بها العلاقات المصرية السعودية لما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية بأسرها لا سيما في ضوء الظروف الضقيقة التي تمر بها الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي وزير خارجية المملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان بحضور وزير الخارجية سامح شكري وسفير السعودي بالقاهرة حيث طلب الرئيس السيسي نقل تحياته إلى شقيقيه جلالة العهل السعودي الملك سلمان بمن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن وزير الخارجية السعودي نقل لرئيس السيسي تحياته شقيقيه خادم الحرمين الشريفين وولي عهد المملكة العربية السعودية مؤكدا عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكتف مع مصر إذا مختلف القضايا الإقليمية والدولية وأضاف متحدث الرئاسة أن اللقاء تناول مناقشة بعض موضوعات علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وكذلك التشاور بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وجه رئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة أسعار التوريد الاسترشادية للمحاصيل قبيل موسم الحصاد وتقديم حوافز أمالية إضافية لدعم الفلاحين وتعزيز دخلهم وزيادة أرباحهم بذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة منظومة الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي على مستوى الجمهورية وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بتطوير منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل بهدف دعم المزارعين والفلاحين وتعزيز دخلهم وزيادة أرباحهم على أن تتم مراجعة أسعار التوريد الاسترشادية قبيل موسم الحصاد للنظر في تقديم حوافز مالية تضاف على تلك الأسعار وقد عرض وزير الزراعة في هذا الصدد إجراءات الوزارة لتطبيق منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية بما فيها ما تم مؤخرا من تحديد السعر الاسترشادي لمحصول القمح كما عرض الوزير السيد القصير الخطة التنفيذية لزيادة نسبة الاعتماد على التقاوي المعتمدة في مختلف المشروعات الزراعية على مستوى الجمهورية كمحور من أهم محاور تعظيم الانتاج الزراعي مع تكثيف حملات التوعية للمزارعين وتدعيم الشراكة مع القطاع الخاص في هذا الصدد كما تم استعراض الطاقات الانتاجية المتوفرة حاليا وموقف المشروعات قيد التنفيذ لانتاج الأسمدة وذلك في ضوء التغيرات ذات الصلة على الساحتين المحلية والدولية فضلا عن كون الأسمدة من أهم المدخلات المؤثرة على الانتاج الزراعي والأمن الغذائي وذلك على نحو يتناسب مع الخطط الحالية والمستقبلية لتعظيم الأراضي المستصلحة لتغطية الاحتياجات الغذائية المطلوبة في مصر كما طلع الرئيس على جهود وزارة الزراعة فيما يتعلق بتعظيم الثروة الحيوانية وتطوير منظومة الأعلاف إلى جانب تحسين منظومة السلالات والاهتمام بصغار المربيين فضلا عن مواصلة رفع كفاءة اسلوب مكافحة الأمراض العابرة للحدود من خلال منظومة اللقاحات البيطرية أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية الاستمراري في تكتيف الجهود للمساعدة في رفع المعنى عن المرضى ودويهم تنفيذا لتوبهات الرئيس السيسي بالعمل على توفير الرعاية الصحية الشاملة واللائقة للمواطنين وخلال متابعته للجهود المفذولة من قبل اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس خلال شهر أغسطس الماضي جدد مدبولي الإشادة بجهود اللجنة وبتعاملها الفوري مع ما يتم رصده من استغاثات للمواطنين تتعلق بالقطاع الصحي وسعيها لتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم بالتنصيق مع الوزارات والجهات المعنية من جانبه أوضح المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء حسام المصري أنه تمت الاستجابة خلال الشهر الماضي لنحو 524 حالة تم رصدها عبر الصحف والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي كما تم إصدار 202 قرار علاج على نفقة الدولة للفئات الأكثر احتياجا فضلا عن إجراء 109 عمليات جراحية وإصدار 24 قرارا خاصا بإجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وتمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 415 قضية تموينية بمضبطات بلغت أكثر من 212 طن مواد غدائية وغير غدائية وفي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 40 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغدائية وغير الغدائية تم ضبط قرابة 272 طن وفي مجال قضايا المخابس تم ضبط 710 قضايا من بينها 194 قضية خبز ناقص الوزن و178 قضية خبز غير مطابق للمواصفات في إطار حرص وزارة الداخلية على اعتماد كافة الإجراءات التي من شأنها تسهيل والتيسير على الطلب المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي 2022-2023 فقد تقرر مد موعد التقدم للالتحاق بكلية الشرطة بالنسبة للطلب الحاصلين على المؤهلات الجامعية لمدة أسبوع وذلك حتى الخميس الموافق الثاني والعشرين من سبتمبر بدلا من الخميس الموافق الخامس عشر من سبتمبر كما تقرر السماح للمتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة من الحاصلين على هذه المؤهلات بتقديم شهادة مؤقتة أو إفادة بالحصول على المؤهل الجامعي وذلك لحين استخراج أصل شهادة التخرج مع مراعاة عدم السماح لهم بالمثول أمام لجنة اختبار الطلب الجديد الهيئة إلا عقب تقديم أصل الشهادة يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني غدا اجتماعه الخامس بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة السادس من أكتوبر وقال المنسق العام للحوار الوطني ديارة شوان إنه من المقرر في هذه الجلسة توافق على أسماء المقررين والمقررين المشاعدين للمحاور الثلاثة السياسية والاقتصادية والمجتمعية وكذلك لجنة الفرعية الخمسة عشر المنبتقة عنها ومن المقرر أيضا إعداد الملفات والموضوعات التي ستناقش في الجلسات القادمة للحوار وتحديد الموعد المقرر لها أعربت مصر عن بالغ إدانتها للهجوم الإرهابي الذي استهدف شاحنات لنقل البضائع في إقليم هيران وسط الصومال مما أصفر عن مقتل عدد من الضحايا الأبرياء وإصابة عدد آخر وفي بيان لوزارة الخارجية أكدت مصر على تضامنها الكامل مع الصومال الشقيق ورفضها التام لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب انتلقت اليوم فعليات المؤتمر السنوي التاسع لجمعية الأمناء العموم للبرلمانات العربية بمجلس النواب يهدف المؤتمر لتطوير عمل أمناء عموم البرلمانات المختلفة من شورى ونواب وسط تكاتف عربي لتبادل الخبرات والعمل المشترك على الارتقاء بمنظومة الأمانة العامة عن طريق تطوير تكنولوجي ورقمي وحوكمة ويستمر المؤتمر لمدة يومين ليخرج بتوصيات جديدة قابلة للتطبيق على أرض الواقع الهدف من تأسيس الجمعية أنذاك هو بناء جسور تعاون وتنظيم ما بين المجالس والبرلمانات العربية خدمة لهذه المجالس والبرلمانات العربية هذه الجمعية يعني نوعا ما تتكلم عن موضوع تطوير الأداء في الأمانات العامة تطوير عمل الأمانات العامة كي يرقى إلى طموح البرلمانيين خاصة ونحن نعيش الآن عصر التكنولوجيا والتقدم الشاسع الأمانات العامين هم اللي بيديروا العمل البرلماني سواء من ناحية الإدارية أو من ناحية البرلمانية لتطوير العمل سواء على تبادل الخبرات على المستوى العربي فيما بيننا وتبادل الرؤى للقضايا المشتركة ما بيننا دايما التعاون وتبادل الخبرات بينتج المزيد من التطوير والمزيد من الارتقاء بالعمل وتبادل الخبرات بين البرلمانات العربية فيما بينها البعض طبعا هذه أرض الكنانة أرض الحضارات استضافتنا هنا هناك اجتماع جمعية الأمانات العامين وبالتالي الحمد لله بدأ الاجتماع وكانت جميع الوفود مبسوطة على ما دار الحمد لله اليوم وكان افتتاح بسيط وبسط وان شاء الله في اليوم قد نكمل ما تبقى من جدوى الاجتماع بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة 158 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين تستمر أعمال الدورة يومين للتحضير لاجتماع مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب والمقرر بعد غد الثلاثاء يتضمن مشروع جدول أعمال الدورة ثمانية بنود رئيسية تتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك وأهمها القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين دعم واشنطن لجهود المبعوث الأممي الجديد في ليبيا عبدالله بثيلي لتوافق على جدول زمنية للانتخابات في البلاد وأعرب بلينكين عن ترحيب الولايات المتحدة بتعيين المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله بثيلي واشددت وزارة الخارجية الأمريكية على تقديم الولايات المتحدة الدعم الكامل للمبعوث الأممي داعية المجتمع الدولي إلى العمل معه بشكل وثيق أعلن الجيش الأردني انطلاق مناورات الأسد المتأهب التي تستمر حتى الخامس عشر من سبتمبر بمشاركة سبع وعشرين دولة من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتتخللها عمليات حول مكافحة الإرهاب وتهديدات أسلحة الدمار الشامل وفي بيان له قال الجيش الأردني أن هذه الدورة هي العاشرة من التدريبات التي تنظم على أرض المملكة موضحا أنها تهدف إلى العمل المشترك في مجال مكافحة الإرهاب وتطوير القدرات الأمنية والتعاون بين أجهزة ومؤسسات الدول المختلفة وذلك للاستجابة للتهديدات الأمنية والأزمات الداخلية وأضف أن التمرين صمم على سيناريوها تحاكي الواقع والظروف والتحديات التي يواجهها العالم أجمع ومنها خطر الإرهاب ومحاكاة التهديدات الجديدة مثل استخدام أسلحة الدمار الشامل بمختلف الأنواع حدد رئيس مجلس النواب العرقي محمد الحلبوسي عشرة بنود للاتفاق عليها خلال جلسات الحوار الوطني المقبلة وفي بيان له أكد الحلبوسي أن جدول أعمال الحوار الوطني يجب أن يتضمن جملة من الأمور التي لا يمكن أن تمضي العملية السياسية دون الاتفاق عليها وفي مقدمتها تحديد موعد للانتخابات النيابية المبكرة وانتخابات مجالس المحافظات في موعد أقصاه نهاية العام المقبل كما تضمن جدول أعمال جلسة الحوار الوطني العرقي انتخاب رئيس الجمهورية واختيار حكومة كاملة الصلاحيات متفق عليها ومحل ثقة واطمئنان للشعب وقواه السياسية ترجمة نانسي قنقر اعلنت وكلة الاستخبارات العراقية مقتلى ثلاثة من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في كاركوك شمالي البلاد وفي بيان لها ذكرت الوكالة أنه من خلال المتابعة المستمرة توفرت معلومات عن وجود وكر للإرهابيين في منطقة جيم بمحافظة كاركوك مشيرة إلى أنه بالتنصيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة نفذ الطيران العراقي ضربة جوية أسفرت عن مقتل أحد قادة التنظيم الإرهابي واثنين من معاونه وفي شمال العراق أيضا أعلن المتحدث باسم القائد العام القوات المسلحة العراقية مقتل إرهابيين وتدمير أوكار إرهابية في محافظة صلاح الدين وعترت قوات الجيش خلال عمليات المداهمة على معدات لوجستية كما تم مد العمليات لتفتيش مواقع بجبل حمرين بحثا عن فلول تنظيم داعش الإرهابية أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعتها الجوية أحبطت هجوما أوكرانيا بثماني مسيرات على محطة زابوريجيا النووية كان مسؤولنا روس قد كشفوا في وقت سابق أن قديفة للقوات المسلحة الأوكرانية أصابت وحدة التاقة في محطة زابوريجيا النووية بمدينة أنرغودار الأوكرانية وأوضح رئيس الإدارة العسكرية والمدنية الروسية للمدينة أليكزاندر بولجا أن القصف الأوكراني أدى إلى تفعيل الحماية في حالات الطوارئ بالمحطة النووية ويجري الآن قياس الخلفية الإشعاعية على أراضي محطة طاقة نووية باستمرار عقوبات اقتصادية أزمة طاقة نقص إمدادات الغذاء أزمات متلحقة تشهدها الأزمة الأوكرانية التي تقع بين فكايد الروسي والتكتل الأوروبي وحلفائه هنا في محطة زابوريجا النووية كانت الشهدة أزمة خطيرة تمثلت في أعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن المحطة فصلت عن أخر خط كان لا يزال يربطها بالشبكة الكهربائية الأوكرانية وباتت الآن تعتمد على خط الاحتياط فبعد أقل من 48 ساعة من تواجد بعثة الدعم والمساعدة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنشأة في جنوب أوكرانيا تم الإعلان بأن رابع خط كهربائي تشغلي بقدرة 750 كيلو فولت في محطة زابوريجيا للطاقة النووية قطعة بعد أن فقدت الخطوط الثلاثة الأخرى في وقت سبق خلال المواجهات الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت أن مفاعلا واحدا لا يزال يعمل وينتج الكهرباء لكل من التبريد ومهام أخرى أساسية للسلام في الموقع وكذلك للمنازل والمصانع وغيرها عبر الشبكة وتزيد القلق في الأسابيع الأخيرة من عمليات قصف تستهدف المنطقة التي تضم محطة زابوريجيا وهي الأكبر في أوروبا وسيطرت روسيا على المحطة خلال الأزمة المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر في حين تتهم كييف موسكو باستغلال المنشأة لحميات قواتها وهو اتهام تنفيه موسكو وترفض في الوقت نفسه الدعوات لسحب قواتها قال المتحدث باسم رئاسة روسية الكراملان دماتري باسكوف إن كل العوامل بما فيها الجانب الأمنية سيتم أخذها بعين الاعتبار قبل اتخاذ قرار بشأن حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقمة مجموعة العشرين في إندونيسيا كان الرئيس الاندونسي جوكو ويدودو قد أعلن في وقت سابق أنه وجهت دعوة رسميا لبوتين لحضور قمة العشرين في جزيرة بالي الاندونسية وذلك رغم الضغط الغربي المكثف لإقصاء موسكو عن هذا الاجتماع ردا على عملياتها العسكرية في أوكرانيا قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال قال إن بلاده تتوقع تلقي خمسة مليارات يورو من المساعدات المالية من الاتحال الأوروبي هذا الأسبوع لدعم الاقتصاد والجيش والاستعداد لحلول فصل الشتاء وأضاف شميهال في تصريحات على هامش زيارته للعاصمة الألمانية برلين أن الدعم الأوروبي سيساعد في ضمان استقرار الاقتصاد الأوكرانية ودعم العمليات العسكرية في مواجهة روسيا كما توقع رئيس الوزراء في بيانه أن تزود ألمانيا كييف بأنظمة دفاع جوي متطورة في الخريف القادم أعلنت وزيرة التنمية الألمانية سيفينيا تشولتس أن برلين ستقدم 199 مليون دولار إضافية لأوكرانيا لتمويل برامج مساعدة النازحين داخليا نتيجة العملية العسكرية روسية وقالت الوزيرة الألمانية أنها ستبحث مع رئيس الوزراء الأوكراني خلال زيارته برلين الطريقة التي يمكن بها مواصلة دعم الحكوم الأوكرانية في رعاية النازحين وذكرت بيانات منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة أنه حتى الثالث والعشرين من أغسطس الماضي نزح نحو سبعة ملايين شخص داخليا في أوكرانيا شاركت القوات البريطانية في تدريبات فيك لاند نايف العسكرية مع القوات المسلحة السويدية والفنلندية وقالت وزارة الدفاع البريطانية أن التدريبات وفرت عزيزا للقابلية العملياتية البينية حيث تسعى كل من السويد وفنلندا للانضمام إلى حلف شمال الأطلنطي النيتو وأوضحت أن مناورات أجريت في مركز القيادة في روفانيمي وروفاجار في شمال فنلندا خلال الفترة بين التاسع والعشرين من أغسطس الماضي والتاني من سبتمبر الجاري وقال وزير الدفاع البريطاني بن وعلس إنه في الوقت الذي توجد فيه حرب في أوروبا فمن المهم تعزيز الشراكة الدولية بشكل أكثر من أي وقت مضى أعلن المتحدث باسم شركة جاز فروم الروسية سيرجي كابريانوف أن الشركة عملت على دخل غاز الطبيعي من روسيا عبر الأراضي الأوكرانية إلى أوروبا بحجم مؤكد على مستوى 24.4 مليون متر مكعب وفي تصريحات له قال كابريانوف أنه تم رفض طلب استخدام نقطة العبور سخرا نوفوكا لنقل الغاز إلى أوروبا مشيرا إلى أنه من الصعب نقل كل الأحجام عبر نقطة العبور سودجة فقط وشدد على أن الشركة تنفذ كل التزاماتها تجاه المستهلكين الأوروبيين كما أن خدمات العبور مدفوعة بالكامل توقعت مجموعة سيتي جروب قيام البنك المركزي الأوروبي برفع الفائدة 75 نقطة أساس في الاجتماعين المقبلين في سبتمبر الجاري وأكتوبر المقبل وحذرت المجموعة من أن عدم اليقين يسود توجهات الفائدة بما بعد 2022 وسط إمكانية تباطئ الاقتصاد الكلي مستقبليا هذا وسجل التضخم في منطقة اليورو مستوى قياسيا جديدا عند 9.1% في أغسطس على أساس سنوية وافقت الحكومة الألمانية على خطة بقيمة 65 مليار يورو لتخفيف الضغط على الأسر وسط ارتفاع لفواتير الطاقة وأعلن المستشار الألماني أولف شولتس أن الحزمة تشمل دفع 300 يورو لمرة واحدة لملايين المتقاعدين لمساعدتهم على تسديد فواتير الطاقة المرتفعة وستشمل حزمة المساعدات أيضا الطلاب بدفعات قدرها يصل إلى 200 يورو لمرة واحدة كما ستغطي تكلفة التدفئة للأشخاص الذين يتلقون مساعدة إسكان وأوضح شولتس خلال مؤتمر صحفي أن ألمانيا ترغب في استخدام الأرباح الاستثنائية التي حققتها بعض شركات الطاقة بفضل ارتفاع أسعار السوق من أجل تخفيف الأعباء المالية للأسر أعلنت المرشح الأوفر حضا بالفوز بمنصب رئيس الوزراء البريطانية وزيرة الخارجية ليستراس أنه في حالة انتخابها لهذا المنصب ستقدم خلال أسبوع واحد خطة لمكافحة ارتفاع أسعار التاقة وفي مقال لها بصحيفة تاليغراف البريطانية تعهد تراس بأنه في حال الفوز بالانتخابات ستقدم خطة خاصة بفواتير الكهرباء وتوفير التاقة خلال الأسبوع الأول لعمل إدارتها الجديدة معربة عن استعدادها لاتخاذ قرارات شديدة بهدف استعادة الاقتصاد البريطاني لقواته تستعد مصانع البيترو كيمويات والصلب في المملكة المتحدة لخفض إنتاجها إلى أربعة أيام في الأسبوع بدلا من سبعة أيام وذلك نظرا لارتفاع تكاليف الطاقة وقالت صحيفة سنداي تايمز أن المصانع البريطانية ستعتمد على خطة إنتاج بديلة تركز على العمل في نوبات ليلية لتوفير الطاقة كما أوضحت الصحيفة أن هذا النوع من المصانع واجه زيادة نسبتها تصل إلى 600% في أسعار الغاز والكهرباء الأمر الذي يهدد قدرته على الاستمرار في عملية الإنتاج قال رئيس الإيطالي سارجيو ماترالا أن هناك حاجة مأسى لتحرك أوروبي عاجل لتعامل مع أزمة الطاقة التي بلغت ذروتها وأصبحت إحدى أهم القضايا في الوقت الراهن وفي رسالة إلى منتدى أمبرو سيتي التجاري الثانوي أكد الرئيس الإيطالي أن الدول التي تعمل بشكل منفرد لا يمكنها تعامل بفعالية مع أزمة الطاقة داعيا أوروبا إلى المضي قدما من أجل تحرير نفسها من الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية واعتبر ماترالا أن الاتحاد الأوروبي هو تكتل القريو الوحيد القادر على تهدئة أسعار الطاقة ودعم أنشطة الإنتاج وضمان الخدمات للمواطنين مشيرا لأن أزمة الطاقة فاقمت الصعوبات الناجمة عن جائحة كورونا التي لم تنتهي بعد أعربت رئيسة صدوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا عن التوصل لاتفاق مع سريلانكا على مستوى الموظفين بقيمة مليارين وتسعمائة مليون دولار بما يسهم في إنقاذ الدولة وإنعاش اقتصادها وأشارت إلى أن الاتفاق يداعم السياسات الاقتصادية للبلاد ويعد بمثابة خطوة مهمة بالنسبة لسريلانكا هذا وتشهد سريلانكا أزمة اقتصادية منذ أشهر بسبب نقص حاد في الغذاء والوقود والأدوية كما تخلفت عن سداد ديونها الخارجية البالغة 51 مليار دولار في منتصف أبريل الماضي أو أننا ن選ع مليار دولار في منتصف أبريل الماضي أهلا بكم من جديد إلى نشرة الثالثة تعتزم الحكومة الأسترالية تقديم حزمة من الإجراءات التحفيزية لزيادة أعداد المهاجرين للاعتماد عليهم لسد النقص الواسع في أعداد الموظفين وأوضحت الحكومة أنها ستدرس رفع الحد الأدنى لدخل المهاجرين المهر المؤقتين إلى 62 ألف دولار أسترالي سنويا في تحول جديد للتعامل مع أزمة اللاجئين أعلنت أستراليا استهدفها جذب العديد من العمال المهاجرة باعتبارها الحل الأمثل لمواجهة أزمة نقص الموظفين التي ضربت سوق العمال وتهدد بعرقلة نمو الاقتصاد الأسترالية وزير المهارات والتدريب الأسترالي بريندان أوكونور أكد أن بلاده تؤيد رفع الحد الأدنى لدخل المهاجرين المؤقتين على أساس سنوي من 53 ألف وتسماء دولار أسترالي إلى 65 ألف دولار أسترالي مع سعي الحكومة لسد النقص الواسع في الموظفين في جميع أنحاء البلاد وأعلنت الحكومة الأسترالية أنها سترفع عدد المهاجرين الدائمين إلى 195 ألفا خلال السنة المالية الحالية بزيادة قدرها 35 ألفا لمساعدة الشركات في مواجهة نقص عدد العاملين والحد من الاعتماد على العمال لفترات قصيرة وتزايد نقص العمال في الصناعات التي تتطلب مهارة عالية ورواتبها منخفضة مثل رعاية المسنين حيث أغلقت جائحة كورونا حدود أستراليا لما يقرب من عامين كما يبلغ معدل البطالة في أستراليا الآن أدنى مستوى لهم منذ 50 عاما وذلك عند 3.4% وقد أسهم نقص العمال في ارتفاع التضخم الذي أدى إلى انخفاض الأجور الحقيقية قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إن لجنة حكومية يابانية مكلفة بمعالجة قضايا ارتفاع الأسعار ستكتمع الجمعة للنظر في إجراءات إضافية لمشكلة التضخم وأضاف كيشيدا أنه على الحكومة مراجعة وزيادة الدعم من أجل استخدامه بشكل فعال لمواجهة ارتفاع الأسعار هذا وتضع الحكومة اليابانية مسألة معالجة تأثير ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية والمواد الخام على الشركات والمستهلكين ضمن قائمة أولوياتها بدأت سلطنة عمان الانتاج بمصنع الأمونيا بطاقة انتاجية بلغت ألف طن مترية في اليوم من الأمونيا السائلة وتم تصدير أول شحنة من الأمونيا عبر ميناء صلالة بمحافظة دفار وقالت وكالة الأنباء العمانية أن تنفيذ مصنع الأمونيا يأتي في إطار جهود تعزيز القيمة المضافة للموارد الطبيعية في سلطنة عمان وتحقيق خطة الحكومة الخاصة بالتنوع الاقتصادية حيث تستهدف صادرات المصنع الأسواق العالمية بشكل عام والأسيوية بشكل خاص للإسهام في تعزيز صادرات العمانية للخارج يذكر أن الأمونيا تستخدم في صناعة العديد من المنتجات كالمخاصبات والأسمدة والمنظفات كما تعتبر من أهم مكونات صناعة الهايدروجين الأخضر أعلنت شركة كانسينو بيولوجيكس الصينية أن الجهات التنظيمية في البلاد وفقط على الاستخدام الطارئ للقاح مضاد لفيروس كورونا طورته حديثا وذلك ضمن الجرعات المعززة يأتي هدفي ما تشهد الصين تزايدا في تفاشي فيروس كورونا وفرضت مدينة شنشن مركز التكنولوجيا في الجنوب إغلاقا في عطلة نهاية الأسبوع في معظم مناطقها بسبب تفاشي الفيروس سجلت السلطات اليابانية 107803 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال ساعة الأربع والعشرين الماضية وذكرت السلطات الصحية اليابانية أن العاصمة توكيو وحدها سجلت أكثر من 9000 إصابة جديدة فيما سجلت السلطات 216 حالة وفاة جديدة بالبلاد جراء الإصابة بالمرض أطلقت الصين قمرا صناعيا جديدا للاستشعار عن بعد إلى الفضاء وذلك من مركز غييتشوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غربي البلاد وأوضحت السلطات الصينية أنه تم إطلاق القمر الصناعي يوقان 33 بواسطة صاروخ حامل من طراز لونج مارش فورسي حيث دخل المدار المخطط له بنجاح مشيرة إلى أنه سيتم استخدام القمر الصناعي للتجارب العلمية وتقدير غلة المحاصيل والوقاية من الكوارث والإغاثة أطلقت هيئة الأرصاد الجوية في أستراليا تحذيرا لعدد من المناطق في شرق أستراليا من التعرض لطقس سيء وفيضانات وذلك بعد أشهر من الفيضانات العارمة التي شهدها الساحل الشرقي للبلاد ولقي ما لا يقل عن 13 شخصا حدفهم وتم إجلاء عشرات الألاف بسبب التقس السيء في كوينزلاند ونيو ساوث ويلز والذي أدى إلى ارتفاع منسوب المياه في مراكز المدن وجرف المنازل وقطع الطيار الكهربائي في مارس الماضي هذا وقد أصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرا من التقس السيء لسبب هبوب رياح مدمرة في مناطق من جنوب شرق ولاية كوينزلاند قد تبلغ أقصى سرعة لها نحو 100 كم في الساعة نشدت باكستان المجتمع الدولي بسرعة توفير استجابة إنسانية هائلة لضحايا الفيضانات غير المسبوقة التي أدت إلى مصر عمالة يقل عن 1265 شخصا وأشارت الأمم المتحدة إلى حاجتها لنحو 160 مليون دولار كتمويل طارئ لمساعدة ملايين الأشخاص المتضررين جرأ الفيضانات في باكستان بعد فيضانات غير مسبوقة سببتها كوارث فادحة في باكستان تواصل العائلات النازحة معانتها بعد فقدانها للكثير من الأرواح بالإضافة للخسائر المادية التي لا تحصى وكذلك خطر الإصابة بالأمراض وتعيش معظم العائلات النازحة في أماكن إيواء مؤقتة لحين رفع الأضرار وعودة الحياة لطبيعتها وهي المهمة التي ترى فيها الحكومة صعوبة كبيرة حيث ناشدت باكستان المجتمع الدولي من أجل استجابة إنسانية هائلة للمساعدة على تخط الأزمة ووفقاً لتقديرات حكومية أولية تسببت الأمطار والفيضانات في خسائر بقيمة 10 مليارات دولار وازداد الاهتمام الدولي بمحنة باكستان مع ارتفاع عدد الضحايا والمشردين حيث قامت عدة دول بإنشاء جسر جوي إنساني لتوصيل الإمدادات اللازمة التي تحتاجها الدولة في مواجهة هذه الكارثة وأرجع العديد من المسؤولين والخبراء سبب الأمطار الموسمية والفيضانات غير العادية إلى تغير المناخ وفي أحدث تقرير لها أحصت الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث نحو 57 حالة وفاة أخرى من المناطق المتضررة من الفيضانات وبذلك يرتفع إجمالي عدد الضحايا منذ بدءه طول الأمطار الموسمية في منتصف يونيو الماضي إلى 1265 شخصاً بينهم 441 طفلاً هي إذن ظروف عصيبة تمر بها باكستان بعد فيضانات عنيفة أتت على الأخضر واليابس وقعت الجامعة البريطانية في مصر بروتوكول تعاون مع مؤسسة حياة كريمة ويهدف البروتوكول لتنظيم الأحداث الرياضية ذات البعد التنموية وكذلك تدشين أكبر مرة جامعية استهدف ألاف الطلاب والمقرر عقده في 14 من أكتوبر المقبل تحت رعاية وزارة الشباب ورياضة وبشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر وذلك بمقر الجامعة بمدينة الشروق في دلوقتي عشرين عضو هيئة تدريس موجودين في الجامعة شغالين فقط أن هم يعملوا مشاريع إذا كانت خدمة مجتمع إذا كانت أنشطة طلابية إذا كان تعليم وتعلم إذا كان أبحاث كلها تبقى متوأمة مع أهداف المبادرة بتاعت السيد رئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة إحنا بنتعاون مع المجتمع المحيط من خلال القوافل الطبية من خلال تعليم الطلبة أهم حاجة المواطنة دي أهم حاجة عندنا الجامعة البريطانية في مجال المواطنة ده اشتغلت بقى لفترة طويلة في أنها بتطلع مع القوافل الطبية بتاعت رئيس الوزراء بتطلع عندنا كلية طب الأسنان بتساعد في معالجة الناس مجانا عندنا كلية القانون بتعمل عيادات قانونية مجانا في دلوقتي عشرين عضو هيئة تدريس موجودين في الجامعة شغالين فقط أن هما يعملوا مشاريع إذا كانت خدمة مجتمع إذا كانت أنشطة طلابية إذا كان تعليم وتعلم إذا كان أبحاث كلها تبقى متوأمة مع أهداف المبادرة بتاعت السيد رئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة إحنا بنتعاون مع المجتمع المحيط من خلال القوافل الطبية من خلال تعليم الطلبة أهم حاجة المواطنة دي أهم حاجة عندنا الجامعة البريطانية في مجال المواطنة ده اشتغلت بقى لها فترة طويلة في أنها بتطلع مع القوافل الطبية بتاعت رئيس الوزراء بتطلع عندنا كلية طب الأسنان بتساعد في معالجة الناس مجانا عندنا كلية القانون بتعمل حاجة عيادات قانونية مجانا في الحقيقة إحنا أصلا نزلنا وبدأنا الشغل على الأرض قبل توقيع البروتوكول نزلنا في عدة مبادرات منها مبادرة أنت الحياة التي تمت بمحافظة الفيوم طبعا كان فيه للجامعة البريطانية دور كبير جدا ومساهمة على الأرض معنا في الكرة الأكثر احتياجا منها القوافل الطبية طبعا بالإضافة إلى القوافل الدعم النفسي للمدرسين إزاي يتعاملوا مع الطلبة ده برضو كنشك كنا شغالين فيه وده كترة الأسنان ده برضو كنشك إحنا كنا برضو بنتعاون فيه مع الجامعة البريطانية أطلقت مدرية الصحة في أسوان القافلة العلاجية بقرية غرب سهيل ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وشملت القافلة عشرة تخصصات مختلفة حيث يتم توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان هذا وأعرب أهالي غرب سهيل عن شكرهم لرئيس السيسي لدعمه المتواصل لهم خاصة في المجال الصحي حيث تعتبر هذه القافلة هي الثالثة بالقرية هذا العام نشكر سيادة الرئيس بحاجات العمل الجميلة اللي نتمنى منه من زمان هو نعتبر دولك عزيز مصر هو المساقبل بتاعنا ونتمنى منه خير وربنا يديره صح والعافية وإن شاء الله نقول الله والوطن إن شاء الله أمين يا رب نشكر السيد عبد الفتاح السيسي بالقافلة الطبية هنا اللي جاي في غرب سهيل حاجة كويسة يعني خالص كشف مجاني وبكل المقييس نشكر الرسالة الرئيس وربنا يبارك فيه وربنا يخليه وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر نشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على إنه بعثينا القافلة الطبية والعلاج والكشف مجانا وأهالي القرية مبسوطين بهذه القافلة ويوم ما ظرنا السيد الرئيس كان يوم عيد بالنسبة للقرية يشهد منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الثانية واكتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة والأفارقة مشاركة دولية رفيعة المستوى من قبل المؤثرين في العمل المناخي ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية بالإضافة لمسؤول الأمم المتحدة يعقد المنتدى في السابع من سبتمبر الحالي تحت رعاية الرئيس السيسي ويهدف لوضع توصيات وأفكارا بناءة حول الأولويات التنموية على مستوى جهود العمل المناخي والتحول الأخضر والتمويل المبتكر والمختلط لا سيما وأن المنتدى ينعقد قبل ستين يوما فقط من مؤتمر المناخ كوب 27 والمقرر لانعقاده بمدينة شرم الشيخ هذا ويشهد المنتدى مناقشة فعالة حول جهود الأمن الغذائي بالتركيز بشكل خاص على قارة إفريقيا أطلقت وزارة الصحة والسكان حملة تنشطية خدمية وتوعوية مجانية لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في 22 محافظة على مستوى الجمهورية شاملة المناطق النائية والمحرومة من الخدمة وذلك في الفترة من الرابع إلى 22 من سبتمبر الجاري وأوضحت الوزارة أن الحاملة تأتي في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة وتقدم خدمة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ذات الجودة بالوحدات التابتة إضافة إلى العيادات المتنقلة التي تقوم بتقديم الخدمة بالمناطق النائية والقرى والمناطق التي يتم بها تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك لرفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة والحفاظ على صحة الأم والطفل تفقد وزير الموارد المائية والرية هاني سويلم المركز القومي لبحوث المياه بمقر المعاهد بالقناطر الخيرية وشدد سويلم على أهمية زيادة الاعتماد على التقنيات الحديثة في الدراسات البحثية المختلفة وأهمية العمل على مواصلة تطوير الأبحاث وتشجيع الباحثين بالمركز على تقديم أوراق بحثية مختلفة بالإضافة لتذليل العقبات التي تواجه النشر العلمي في المجالات الدولية بما يسهم في رفع تصنيف المركز على المستوى الدولي كما أكد على وجود رقابة مستمرة لتقديم مستويات الأداء ورفع كفاءة العمل بناء على معايير محددة مع ضرورة ربط المكفاءات والحوافز بمعدلات الأداء والإنجاز أعقد وزير التجارة الصناعة أحمد سامير لقاء موسع من نظيره الأردني يوسف الشمالي لبحث سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية الصناعية والتجارية والاستثمارية المشتركة بين البلدين وذلك على المستويين التنائية ومتعدد الأطراف مع الدول العربية الشقيقة وقالت وزارة التجارة والصناع أن اللقاء أكد على أهمية تعزيز العمل المشتركة لتدليل كافة التحاديات التي تعترض حركة التبادل التجاري بين البلدين مشيرة إلى أن مصر والأردن تجمعهم علاقات اقتصادية استراتيجية وذلك على المستويين التنائية ومتعدد الأطراف ومن خلال الشراكة الصناعية بين مصر وكل من الأردن والعراق وكذلك الشراكة الصناعية التكاملية التي تضم مصر والأردن والإمارات والبحرين أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بميناء العين السخنة بدء التشغيل التجريبي لمعامل الهيئة وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بتيسير خدمات الفحصة وإنشاء معاملة مركزية بكافة الموانئ الرئيسية وبسرعة الإنجاز وأداء العمل وتقليص زمن الإفراج الجمركي لدعم حركة التجارة الخارجية وأكد رئيس الهيئة عصام النجار حرص الهيئة على إجراء عمليات الفحص والاختبار المختلفة بدقة شديدة وجودة عالية وفي أقل وقت ممكن وذلك للتأكد من مطابقات العينة للمواصفات القياسية ومعايير الصحة والسلامة والأمان مشددا على ضرورة قيام جميع العاملين ببذل المزيد من الجهود من أجل إنهاء العمل بسرعة ودقة عالية أنهت البرصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بداية جلسات الأسبوع بارتفاع جمعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين وسط تداولات متوسطة وربح رئيس المال السوقي أربعة وثلاثة من عشر مليار جنيها ليغلق عند مستوى ستمائة وأربعة وتمانين فاصل مائة وقمسة وتسعين مليار جنيها وعلى صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر إي جي أكس ثلاثين بنسبة ستة من عشر ليغلق عند مستوى تسعة ألاف وتسعمائة وستن وتسعين نقطة كما قفض مؤشر الشركة الصغيرة والمتوسطة إي جي أكس سبعين متساوي الأوزان بنسبة واحد وسبعة من مائة في المائة ليغلق عند مستوى الفين ومائة وتمانين وتمانين نقطة وصعد مؤشر إي جي أكس مائة متساوي الأوزان بنسبة واحد في المائة ليغلق عند مستوى تلاتة ألاف ومائة وتمانين وتلاتين نقطة انتهت نشرة الثالثة وهذا تذكير بأبرز عنوينها خلال استقباله وزير الخارجية السعودي رئيس سيسي يؤكد الخصوصية الاستراتيجية التي تتاسم بها العلاقات المصرية السعودية رئيس مجلس النواب العراقي يحدد عشرة بنود تركز عليها جلسات الحوار الوطني وعلى رأسها تحديد موعد الانتخابات الميابية المانيا تقر حزمة مساعدة بقيمة 65 مليار يورو لمواجهات التضخم خدم نشرة الثالثة أفتكم من التلفزيون المصرية نشكركم على طيب المتابعة ودمتم سالمين